بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوات الإيمان ها نحن نلتقي من جديد عبر برنامجكم الرحيق المختوم في هذا العدد الجديد معكم لنتناول موضوعا من الموضوعات الطيبة مع الكلمة الطيبة وما أدراكم ما الكلمة الطيبة عندما يتحلى الطيبون والطيبات بكل طيب من القول أو من الأكل أو من الشرب أو من اللباس أو حتى من الطيبين لطيبات وطيبات لطيبين المعنى وليس الآية كما تعلمون يعني الصغة إخوات الإيمان نجلس هذا المجلس الطيب مع ضيفين كريمين مع الشيخ نعاس على يميني أهلا وسهلا أهلا وسهلا الشيخين الكريم شكرا وعلى يصاري الشيخ علي كرور أهلا وسهلا شكرا حافظكم الله إخوة الإيمان قلنا بأنه في رمضان نريد أن نغتنم هذه الفرصة نريد الاستثمار في التجارة مع العزيز الغفار وما أجمل وما أحسن وما أجل وما أنبل من أن يحسن الإنسان كيف يتاجر مع الله عز وجل ربي عز وجل أعطانا وقت نستثمروه في الخير أعطانا صحة نستثمروها في الخير أعطانا فرصة هذا الشهر الكريم عبارة عن سفينة زمانية نعبر عنها من دنيانا وعبر حياتنا البرزخية إلى جنة الخلد إذن تعالوا لنتفق جميعا على أن نكون من الذين يلتزمون الكلمة الطيبة في رمضان وفي غير رمضان شيخنا شيخ نعاس ما هي الكلمة الطيبة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الكلمة الطيبة هي القول الحسن هي الابتسامة الطيبة هي الكلمة هي الفعل الطيب الذي يصدر من إنسان مؤمن تجاه أخي المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الكريم وقولوا للناس حسنة وقال عز وجل حتى مع أهل الكتاب ولا تجادوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالإنسان المؤمن لا بد أن يصدر منه إلا طيب وفعله طيب والقوله طيب والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في رمضان معنى الصيام أن إنسان يدعى لكلام الجارح لكلام السيء القول القبيح الفعل القبيح السيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لحاجة أن يدع طعامه وشربه يعني كأنك شيخنا تريد أن تقول لإخواننا وأخواتنا بأن الكلمة الطيبة هي الكلمة الحسنة وهي كل كلمة نقصد بها خيرا نقصد بها بدءا من لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى كل تسبيح وذكر هذا كلام طيب إلى أن نحسن الحوار ونحسن المخاطبة ونحسن ربما حتى تحية الإسلام وكل هذا الأمور هذه الشيخ نعم والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم والكلمة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالكلمة الطيبة تصدر إنسان مؤمن طيب وتقابلها مع أخيك المؤمن فهو في حاجة إليه يسمع منك طيبا فالإنسان لا يكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا ويعلم أن هذا اللسان ستحاسب على يوم القيام كل كلمة تقولها قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان أهم مسؤولا فالإنسان ما يزدر منه إلا فعله طيب والقوله طيب ولا ينبغي خصوصا في هذا الشهر المبارك أن يكون كلام الإنسان إلا في ذكر الله وتسبيح حتى الذي كما قال نبي صلى الله سبك أو شتمك فقل إني إمرؤن صائب وعباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام فالذي يقابل السيء بالسيء هذا ليس فعله جميل بالعكس تقابل السيء بالحسنة كلام طيب عن الكلمة الطيبة كيف يكون الكلمة الطيبة وكيف ندرب ألسنتنا في رمضان على الكلمة الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا بداء ولا نماما إنما كان صاحب الخلق الجميل خاصة نسمح لي شيء خاصة قد قلت إن نبينا صلى الله عليه وسلم والروات يرويه هذا الصفة عن سيدنا رسول الله لنتعلم لنتأدب قال لم يكن سبابا ولا شتاما ولا صخابا في الأسواق ولا صخابا في الأسواق وفي رمضان أو في غير رمضان ربما يعلون أصواتهم على بعضهم بالسخط على نعام الله سبحانه وتعالى ربما يسبون وربما والغريب أن البعض يصل حتى أنه يسب أولاده يسب جيرانه يسب إذن الكلمة الطيبة بمعنى أن القلب الطيب والإنسان الطيب لا تصدر منه إلا كلمة طيبة يحضرون هنا عيسى عليه السلام يعني ما يروى عن عيسى عليه السلام كان ماشي في الطريق مع الحواريين وإذا به يخرج إليه كلب حيوان في الطريق فقال له اذهب بسلام فقال الحواريون يا رسول الله هذا حيوان تقول له اذهب بسلام قال حتى أروض لساني بأن لا يقول إلا كلمة طيبة سبحان الله العظيم تفضل شيخ نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمنا كيف نتعامل مع الذي يسبنا في رمضان قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب وإن شاء سابه أحد أو شتمه فليقول إن مرء صائم هذا يعني من من الأداب النبوية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة أن المسلم يجاهد نفسه على أن يتلفظ بالألفاظ الحسنة والكلام الطيب يعني ليس المطلوب من الصائم في رمضان وفي غير رمضان ليس المطلوب من المؤمن أن لا يقول إلا طيبا بل أكثر من هذا أن الناس إن أخطأوا معه وجاهلوا معه ينبغي أن يرد هذا بالكلمة الطيبة لذلك ذكرنا شيخ نعاس مدو قليل صفات عباد الرحمن الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة ويدرؤون بالحسنة السيئة بمعنى لو أن واحد غلط معك في حركات في كلمات في شيء أنت لا ينبغي أن ترد عليه بمثل ما قال بأن لا يقع المؤمنون في رمضان أو في غير رمضان ألا يقع في جاهلية الجاهليين الذين كان أحدهم يقول أو شاعر من شعرائهم ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين إنما المؤمن يقول ألا فليحل من ناس ولنكون حلماء بأن لا نغضب ولا نسخب ولا فضلا على أن نضرب فضلا على أن نضرب شيخنا الكرام في هذا الباب أن المؤمن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله وأن هذا المسلم الذي آلف الكلمة الطيبة ومن جملة الكلام الطيب هو الدعاء الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء الوارد في الآيات القرآنية الدعاء الوارد في الأحاديث النبوية كسيد الاستغفار الأدعي التي نريد أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ما هي أصول الدعاء شيخ نحاس الدعاء أو أدبيات الدعاء الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالشهر رمضان وهذه الآية في آيات الصيام في آيات حكم الصيام بعد آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فالإنسان المؤمن دائما يلهج بالدعاء وذكر الله تبارك وتعالى وخصصا في هذه الأوقات المباركة الأزمين المباركة ولأن الدعاء يرفع إلى الله تبارك وتعالى وقد قلنا به ثلاث دعوت لا ترد منها دعوة الصائم إذا أفطر فدعوة أولا أنه قريب إلى الله عز وجل قريب بطاعته الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يتقبل منه ما كان صالح من أعماله فالإنسان المؤمن يجتهد في هذا الشر المبارك بالدعاء من الدعاء بصفة عامة وفي رمضان وفي غير رمضان هناك من يريد أو أن يتوسل يطلب من خوه يقوله أدعي لي يعني كيف هذا لماذا لا يدعو هو بنفسه نعم إذا التمس من رجل صالح أو عالمين أو عارفين من الله عز وجل التمس فيه الصلاح فيطلب منه الدعاء كما قال جاء في الحاجة الصحيح قال أعني على نفسك بكثرة السجود لما سأل الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن دائم يلتمس دعاءاته من الصالحين كان عمر يسيء يمسك الولد الصغير ويسأله الدعاء عمر قال لأنه إنسان صفحتهم بيضاء لم يجري عليه القلم فالإنسان المؤمن دائم يلتمس يعني هذه الحالات أو الأحوال من الناس طيبين تلتمس فيهم الخيات تلتمس فيهم البركة يلتمس منهم الدعاء يلتمس منهم النصيحة يلتمس منهم الدعاء شكرا 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 شيخ علي هناك مواطن في العبادات مثل صلاة الويتر مثل كثير من في العبادات مثل صلاة الويتر هناك دعاء يعني كيف يكون هذا الدعاء في صلاة الويتر خاصة في العشر الأواخر من رمضان الناس يصلون الترويح ثم في ركعة الويتر يدعون الدعاء يستحب في الإكثار منه في شهر رمضان في شهر رمضان لأنه ما ظنة للإجابة الإجابة أبواب السماء الجنة تفتح وأبواب النار تغلق وتغل الشياطين فالله أزواجل يستجيب يستجيب لعباده فمطلوب الإكثار من الدعاء والذي يعني أوتر على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الويتر أنه كان يقول دعاء هذا الدعاء فيه فضل كبير لو إنسان يعرف معانيه يسأل عن معاني هذا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوة في الويتر يستحب للمسلم أن يأتي به ما هي شروط صحة الدعاء أو رجاء قابول الدعاء يعني دعوة من الله تبارك وتعالى هذا يقبل الله عز وجل للدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي أستسمح الشيخ وأستسمحكم إخواني المشاهدين لاستقبال الاتصال تفضل نعم آلو آلو السلام عليكم صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله برك الله فيكم دائما رمضان كريم الله أكرم إن شاء الله نسأل الله الكريم أن يعيده علينا مرات عديدة وأعمار مديدة أمين يا رب سبحانه وتعالى آمين نعم نعم فضلت الشيخ نريد منكم نصيحة هذا السؤال نوعا ما خارج عن رمضان ولكن سؤال فقهي والله هذا يعني سؤالها مزافي دور بين أخواتنا الجزائريات بففع يعني خافها تفضلي تفضلي معجب نعم نريد منكم أول قبل طرح السؤال نصيحة كل نساء الجزائريات أنه نفي خلاص مثل فضلت الشيخ ويدومك هذا تفضيل يعني تفضيل بياني لأنه نعرف بالليكين مشاهدة مشاهدة كثير لقناة النهار نعم هذا السؤال يتعلق في الفقه مثلا الجوارب احنا عندنا في الفقه المالكي العدام الواحد هو ابن ناجد الذي صار يعني أجازة للمرأة المسعة للجوارب الشرط أن تكون سميكة ولكن في المذهب الحنبالي هناك يعني حتى تكون شفافة يظهر منها اللحم حتى يعني هذه الخرقة الرقيقة جدا يجيزون وهم نرهم في خلاف كبير أعطونا يعني تفصيل هذا الشق الأول إن شاء الله الشق الثاني نريد نعم تفضلي تفضلي نعم هذا معمتها يعني هذه الحاجة اللي تنصحونا بها ونتمنا وتولي تنصحونا أنتم أشياخنا ومشيخنا وأفيادنا ما تنصحونا إحنا النساء الجزائريات نحن نستمع ونتابع المذهب المالكي رغم يستألون قناوة للدعاة الأفاضل مع أنتا السعوديين المصريين الدعاة الحاليجيين كلهم وهم المذهب بتاعهم مش كما المذهب بتاعنا وما يفهمهمش في الأسئلة يطلحوا واحد الأسئلة يا فاضلة الشيخ معنتها ما يفهمهمش الدعاة الأكارم إحنا عندنا ما شاء الله عندنا شيوخ عندنا أساتذة عندنا قنوات عندنا تلفاز عندنا يعني وأبسط إمام في الحي يجاودهم على المسألة اللي يسألوا عليها معنتها ما يشي في تقوير في العقيدة ولا في الفقه ولا في الرقي ما خرجوش من باب الحمام يسألوا غير الحمام يعيطوا من ناحة السعودي يسألوا كيف أختاثل كيف أخرج كيف أتوضع معنتها نقول نحن النساء الجزائرية عشنا نعيش طول حياتنا في الحمام شكر يا أخم شكر يا أخم برك الله فيك وما ذاتنا نصيحة برك فيك ليس من أجل أن أقاطعك كلام طيب حفظك الله برك فيك ولكن لضيق الوقت وستسمعين الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى من الشيخين الكريمين الأخت تسألوا عن تسألوا عن المسح على الجوارب المسح على الخف المغطي لرجلين هذا معلوم في الشريعة الإسلامية هل يجوز المسح على الجواربين الثخينين هذا السؤال يعني المسح على الجواربين أو الخفين عندنا عندنا المالكية الخف ما كان من الجلد مصنوع من الجلد وأن يكون قد احترز القدم يعني قدم يعني بحي يصري الكعبين وأن يكون مصنوع من جلد وأن يلبس على طهار يعني عنده لا أستسمح شيخنا يعني الوقت لا يسعون قضية المسح للجوارب إذا كانت الجوارب سميكة ومغطية للقدم والكعب وغير ذلك من أجزها فنقول له لرفع الحرج يجوز لك ذلك يعني ثلاث ليالي في السفر وليلة ونصف في الحضر خاصة لمن كانوا مرضى لمن كانوا لا يستطيعون كلمة أخير نصيحا إخوانا وأخواتنا كما كنا نستمع منذ قليل بأن كثير من أخواتنا يسألوا علماء آخرين ولا يفهمون عنهم لماذا لا يلجأون إلى علماء بلدهم من أجل فهم المصطلحات وفهم الكلمات وإنما نجل ونحترم كل العلماء في العالم الإسلامي والإسلام لا حدود له بين المسلمين الإسلام عام أتفضل لماذا تقول لإخوان ينبغي لمن يريد السؤال في أمر الدين ينبغي أن يسأل علماء بلده أقول رغم الوقت للتوضيح للتوضيح فقط ولا نعني بأننا لا نسأل فلان ولا نسأل فلان أبدا إنما نحن يسألوننا الآن من بلدان آخرين من كل العالم الإسلامي جنا أسئلة وكذلك تكون أسئلة لا حرجة في ذلك إنما فقط بالنسبة للمذهب رأس الفقهية التي نتبعها كما قالت الأخوة علماء الأصول أيضا يقولون الحكم على الشيء فرعا تصوره كيف يكون إنسان عالم في بلد آخر تختلف تقاليده وعاداته وأعرافه أن يفتي في مسألة لا ينمو بها قد يخطئوا فيها خاصة إذا كان لا يعملوا بالمذهب نعم نقول أهل الجزائر يفتون يعني لأهل الجزائر أستسمحك الشيخ علي وأستسمح إخونا وأخواتنا المشاهدين ومشاهدات لأن الوقت هو أيضا أساس في حياتنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأن يبارك لنا في رمضان وفي القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن واتصائمين بإيمان واحتساب اللهم آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر